طيب خبر تاني كمان مهم جدا والناس كلها مستنيا انتخابات الاتحاد الافريقي يوم 12 مارس طبعا كان في كلام على ترشح المهندس هنا بوريدة على رئاسة الكاف ولكن في الساعات الاخيرة تم حسم الامر بعد غلق او قبل غلق باب الترشيح يوم الثلاثاء الماضي المهندس هنا بوريدة ترشح على عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وطبعا طالما ترشح على عضوية الفيفا ما ينفعش حد خالص من مصر يترشح على اي منصب في مناصب الاتحاد الافريقي للرئيس كاف ولا حتى عضو في التنفيذية الكاف فبتال مهندس هنا بوريدة هيكمل في الفترة اللي جاية طيب ايه اللي هيحصل في الساعات اللي جاية؟ في اجتماع هام جدا للجنة الحوكمة لجنة الحوكمة بتقعد عشان تفحص اوراق كل المرشحين اولا تشوف منصب رئيس الاتحاد الافريقي حسب المعلومات اللي عندنا باترس متسبة والمرشح الابرز وبنسبة كبيرة تسكية في انتخابات 12 مارس في القاهرة عضوية الاتحاد الافريقي المكتب التنفيذي انت بتتكلم على 6 مقاعد تجديد نصفي كل اللي يهمنا بالتأكيد مقاعد شمال افريقيا طبعا مصر والمغرب بتنافس على مقاعد الفيفا ليبيا لها عبد الحاكم الشلماني في مقاعد الكاف وبالتالي ما عندهش انتخابات في الدورة دي هو كان من سنتين احنا عندنا كل سنتين تجديد نصفي وبالتالي كانت المنافسة ما بين تونس والجزائر حسب معلوماتنا ان تونس تقدمت ثم تراجعت وبالتالي حاليا الوحيد المرشح والاقرب للحصول على هذا المقاعد بالتسكية وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري اذا ممكن تكون هناك عودة للاتحاد الجزائري والكرة الجزائرية في المكتب التنفيذي بعد غياب استمر لمدة 7 سنوات منذ غياب وخروج محمد راوراوة وبالتالي ده الاقرب بالنسبة لمكتب التنفيذي الكاف طب لجنة الحكامة هتجتمع عشان تفحص اوراق المرشحية طب بالنسبة الرئيس الكاف واعضاء الفيفا ده بيتم فحص اوراقكم من خلال لجنة الحكامة في الاتحاد الدولي وليس الاتحاد الافريخي ايضا هيكون فيه اجتماع في الساعات اللي جاية لفحص كل الاوراق عشان يتم الاعلان عن القايمة النهائية قبل نهاية هذا الشهر عشان كل الناس تبقى عارفة المرشحين على عضوية فيفا وكاف ورئيس الكاف عضوية الفيفا الامر اختلف فيها السنة دي او الانتخابات دي كان الاول بيتم الاختيار تبقى للمناطق الجغرافية وعنصر اللغة منطقة شمال افريقيا بتبقى انتخابات على اللغة العربية والاجنبية المتعلقة بالبرتغالية والاسبانية وفي انتخابات للغة الفرنسية في انتخابات للغة الانجليزية المرة دي اختلفت الامور مفيش على عنصر اللغات او عامل اللغات او العامل الجغرافي بقت مفتوحة القرى الافريقية اربعة وخمسين اتحاد عضو عايز يرشح اربعة وخمسين يرشح في النهاية ينجح كام؟ هينجح ستة خمس اعضاء رجال ومقعد للمرأة ده اللي هيحصل في الايام اللي جاي حسب معلوماتي ايضا ان عشان تختار ستة في حوالي عشر او حداشر تقدموا باوراك ترشحهم ترشحاتهم يعني عشان الانتخابات اللي هتوقت في القاهرة يومين 12 مارس عموما هنتبع معكم الملف ده عشان نجيب لكم القائمة المختصرة والاسماء النهائية اللي تم اعتمادها لخوض الانتخابات في القاهرة يومين 12 مارس من عام عشرين خمسة وعشرين